احنا دايماً كجالية مصرية مش بعاد عن مصر أبداً احنا على طول متأهبين ومستعدين لكل اللي بيحصل في مصر وكل الحاجات طبعاً الفترة اللي فاتت ومن ساعة الربية العربية بيقولوا بدايةً في حاجات احنا كمغتربين وبننزل مصر على فترات بنحسها ونشوفها أكتر يمكن من المقيم نفسه التغير اللي بيحصل بشكل مستمر ده أنا بشوف أكتر من القاعد القاعد ممكن ما بيحسش بالحاجة وهي بتكبر جنبه وبتنمو غير لما أنا بتنزل كل يوم ألاقي خدمة جديدة ألاقي طريق جديد ألاقي حاجات كتيرة اتعملت في البلد ما خلتش موجودة الفترات اللي فاتت الحمد لله بتقول إن مصر إن شاء الله وعدة وهتكون أحسن وأحسن الفترات اللي جاية أحلى حاجة بقى عجبتني أوي السنة دي لما نزلت النظافة لقيت النظافة في كل مكان يعني أنا في محافظة أنا مش مقيمة في القاهرة من محافظة لكن لقيتها لقيت إن أنا نزلت في مكان أبدا قبل كده كان بيبقى يعني كل حاجة وحشة كان بتتبقى فيه السنة دي لقيته نظيف جدا لا ينكر أحد كائنا من كان النقلة النوعية اللي حاصلة على أرض جمهورية جديدة في الوقت الحالي رؤية حطت ومشين بنطبقها سنة بعد سنة في إنجازات إنجازات ملموسة للداخل والخارج دايما بنقول إن إحنا مصريين في الخارج جزء لا يتجزأ من فصيل الدولة المصرية ورؤيتنا للإنجازات اللي بتتم الآن على أرض الواقع بننقلها كل حد موجود في دولة في الخارج بينقلها بينقل الصورة بشافية ووضوح عشان نساعد فيه استقرار مصر وزيادة الاستثمارات في مصر وكمان بنوضح للناس إن مصر مكانتها عالميا في ظل تواجد الحكومة والقادة السياسية في الوقت الحالي يعني نقول قفزت مستويات كبيرة جدا على المستوى العالمي لا خلاف إنه فيه تطورات كبيرة جدا في مصر في الفترات السابقة يعني والحمد لله فيه تطور هايل جدا على مستوى البنين التحتية الحقيقة إحنا بنلمسها وخصوصا إحنا مثلا بنغيب سنة أو سنتين أو تلاتة ما بننزل مصر بنحس إنه فيه تغيير كبير جدا التغييرات دي كلها للأحسن وللأفضل تقريبا يعني الطرق بعد كويسة جدا إعادة تخطيط المدن نفسها وخصوصا سكان القاهرة فإحنا فيه لمسنا تحسن كبير جدا ترجمة نانسي قنقر